افتتح رئيس المجلس الاعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة فعاليات المؤتمر الدولي الاول لنساء والولادة الذي تنظمه جامعة الخليج العربي بالشاركة مع تبكين وسط مشاركة دولية واقليمية واسعة وقال رئيس المجلس الاعلى للصحة ان اقامة هذا المؤتمر يساهم في تطوير جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وشار معالي الى ان نظام الرعاية الصحية في مملكة البحرين شهد انجازات كبيرة في العقد الماضي كما شهدت خدمات رعاية الامومة والتوليد تطورا كبيرا خلال العقود الماضية واستعرض رئيس المجلس الاعلى للصحة بعض الاحصائيات المتعلقة بالنساء والولادة في مملكة البحرين حيث أن 82% من هذه العمليات أجريت في المستشفيات الحكومية ونوها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة إلى أنه بالرغم من تحقيق العديد من الإنجازات تظل هناك العديد من التحديات ومن أهمها ارتفاع معدل الولادات قبل الموعد المتوقع بشكل ملحوظ من جنبها أكد رئيس جامعة الخليج العربية الدكتور خالد العهلي على أهمية البحوث العلمية والدراسات الإكلينيكية لتطوير العديد من أسليب الوقاية والعلاج مما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة وإطالة عمر المرأة والحفاظ على صحة الطفل وتقليل التكاليف العلاجية المترتبة على التعامل مع تداعيات المشكلات الصحية إلى ذلك قال رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور ضياء رزق إن المؤتمر يناقش العديد من التطورات العلمية الحديثة التي شهدها طب النساء والولادة مضحا أن هذا القطاع مر بتطورات جعلته يتفرع إلى مجموعة من التخصصات الدقيقة التي ساهمت في تطور العلاج والوقاية من الأمراض المؤتمرات الطبية مهمة جداً حق أن يلتقي فيها المختصين ويتناقشون فيها وتبارل المعلومات الأخيرة في العلوم المختصة فيهم وهذا الحقيقة يثري المعلومات، يثري التقنيات، يثري المهارات للأطباء والحقيقة نهر البحرين عقدت كذا مؤتمر طبي وهذه واحدة من الأهم الأهم الأمورات التي عقدت وهو من أول نوع في ناحية الولادة والأمراض النساء وإن شاء الله يستمر كل سنة ترجمة نانسي قنقر